تقيبا كر وفر مع هذه المجموعات التي تقاتل أو تقتل في مديد بنغازي بالذات من المجموعات التي تقف وراءة الاغتيالات وتصفية الضباط في بنغازي على وجه التحديد؟ والله تقيبا ما يحدث في ليبيا بصفة عامة وفي المنطقة الشرقية بصفة خاصة كثرة انتشار الأسلحة تصفية حسابات كثيرة فالقتل ليس في مديد بنغازي فقط فربما يقتل في مديد بنغازي كل يوم أو في شبه كل يوم أحد أفراد الجيش لكن في مناطق أخرى يقتل العشرات بالمئات تقيبا لمصلحة من وحساب من؟ نعم لمصلحة من وحساب من يتم تصفية ضباط الجيش الليبي في بنغازي تحديد؟ والله كشيء استخباراتي أو شيء معلوماتي أو شيء متداول عند الناس أن كثير من الجيهات تقتل وتقتل في مدينة بنغازي فتقيبا هناك فكرة جيهات داخلية أم خارجية والله الشيء هذا يريد إثبات عن طريق جيهات مسؤولة لكن ما يتداول بين الشارع أو ما تقيبا نظنه نحن على الأقل أن هناك أفكار لها لديها غلو أو تطرف ديني تقف خلفه هناك أزلام أو أتباع من النظام السابق لديها تقيبا حتى هي نفس الشيء قتل هناك مجرمين هربوا من السجون لديهم قضايا قتل وكانوا مقبوض عليهم ومحكمين بأحكام ثقيلة كالمؤبد والعدام لديهم اليد في ذلك تقيبا العبوات الناسفة التي تفجد وتستخدم في الاختيالات تباع في السوق الشعبي داخل مدينة بنغازي بل إن سعرها لو أردت من يستخدمها لك فيكون السعر مضاعف فثمن العبوة بشيء وإذا أردت أن ينفذها لك بثمن آخر وهذا السوق الشعبي في داخل مدينة بنغازي وكل الناس يعرفون ذلك بنغازي لا يوجد فيها استقاف واحد يلاحق المجرمين السجون فتحت أكثر من مرة خرجا منها كثير من المجرمين البلاد الحدود مفتوحة يدخل إلينا من جميع الجهات من شرقها وغربها وجنوبها وشمالها أصبحت ليبيا منتهكة من جميع الجهات يدخل المجرمين يدخل جواسيس يدخل استخبارات أجنبية والكل لديه مصلحة في زازة النظام في ليبيا والكل لا يريد أن تستقل ليبيا هناك دول لم يصل إليها الربيع العربي فليس بمصلحتها أن تستقر ليبيا حتى لا تنتقل هذه العدوى إلى هذه الدول وتكون ليبيا وغيرها من الدول التي شاهدت الربيع العربي مثل في الفوضى ترجمة نانسي قنقر